أدانت محكمة بريطانية يوم الجمعة فتى عراقيا دخل بريطانيا باعتباره طالب لجوء بالشروع في القتل بعد أنفجر عبوة ناسفة على متن قطار أنفاق في لندن أثناء فترة الذروة وأصاب ثلاثين شخصا وقال لدعاء أن الفتى الذي يدعى أحمد حسن ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أدين بمحاولة قتل ركاب على متن قطار أنفاق كان متجها إلى وسط لندن يوم الخامس عشر من سبتمبر أيلول الماضي وانفجرت العبوة الناسفة في محطة بارسنس جرين واشتعلت ألسنة اللهب في العربة لكن العبوة لم تنفجر بشكل كامل مما حد من الإصابات فيما وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم في بريطانيا في عام 2017 وغادر المراهق منزله في أرب لندن وضبط جهاز توقيت العبوة في مرحاض بمحطة وامبلدن التي استقل منها قطار أنفاق وغادر حسن القطار في المحطة التي تسبق بارسنس جرين تارك العبوة مزروعة داخل دلو ومعبأة بأكثر من كيلو جرامين من الشضايا المعدنية وكانت عربة القطار تقل ثلاثة وتسعين راكبا عندما انفجرت العبوة الناسفة وقال الركاب إنهم سمعوا دويا وشاهدوا كرة من النار وأصيبت امرأة بحروق في يديها وساقيها ووجيها بينما أصيب أخرون أثناء التدافع للهرب والقت الشرطة القبضة على حسن في اليوم التالي في ميناء دوفر جنوب البلاد وقالت المحكمة إن حسن الذي دخل إلى البلاد على متن شاحنة عام 2015 أخبر مسؤولين بريطانيين أن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية أخذوه بالقوة وهددوه بقتل أفراد أسرته وتلقى تدريبات عسكرية على أيديهم وقالت بريطانيا في ذلك الوقت إنه لا يوجد دليل يرجح أن التنظيم مسؤول عن الهجوم على قطار الأنفاق بالرغم من إعلانه المسؤولية عن ذلك